أسباب الأورام السرطانية ما هي الأورام السرطانية؟ تطلق الأورام السرطانية على حالة مرضية صنف سببها بأنه تجمع عدد من الخلايا تتطور بصورة غير طبيعية وتنقسم تلقائياً ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية، فتصبح بذلك قادرة على الانتقال وإصابة باقي أجزاء الجسم الأورام السرطانية هي ثاني مسبب للوفاة على مستوى العالم، فما هي أسبابها؟ أسباب الأورام السرطانية تحدث الأورام السرطانية بسبب الطفرات أو التغيرات في الحمض النووي أو المادة الوراثية الـ DNA فالحمض النووي يتكون من جينات، يحمل كل جين مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية بما يجب عليها القيام به لذلك قد يتسبب أي خطأ في ترجمة تعليمات الخلية في موت الخلية أو أن تصبح الخلية سرطانية وإليك بيان ما قد تتسبب فيه الطفرات ولكن قبل ذلك عليك أن تعلم أن الخلية الطبيعية لا تنقسم إلا بعد أن تتلقى أمراً بذلك من المخ وهذا الأمر يكون في صورة إشارة كيميائية تترجمها النواة لتتم عملية الانقسام بتضاعف المادة الوراثية الموجودة داخل النواة ثم يليها انقسام الخلية كلها لذلك فالطفرات الجينية قد توجه الخلية الطبيعية إلى النمو السريع والانقسام بسرعة أكبر وهذا يخلق العديد من الخلايا الجديدة التي لها نفس الطفرة أو قد توجه الطفرة الجينية الخلية الطبيعية إلى عدم التحكم في إيقاف نمو الخلايا غير الطبيعي أسباب الطفرات الجينية المسببة للأورام السرطانية هناك مسببات للطفرات مسبب بيولوجي وهو أن ترث تلك الطفرة من أحد الأبوين وتولد بها والسبب الآخر هو أن تظهر لك الطفرة بعد الولادة بسبب التدخين والإشعاع ونقص التمارين الرياضية